اللي ستقةيد صغير المنطقة الضغط abnormal طريقة كريم تولوتس و طريقة سوس الفراولة و طريقة جوز الهند و طريقة الشوكولاتة هنعملوا بطريقة حلوة اوي 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 تعالوا نشوف الشعرية هتتعامل ازاي قد ايه سهلة السلام عليكم اخباركم يا جماعة انا حبيبة للا اول مرة يزور الكناة او ما يعرفنيش النهاردة عايز اقول لكم شكرا لكل موجود معي في القناة حقيقي انا مبسوطة جدا عايز اقولي النهاردة شكرا لكم كلكم على تشجعكم لي و عايز اقولي انكم ناس جميلة اوي 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 حقيقي قلوب راك يا تبارك الله عليكم عايز اقولي كل اللي سأل علي على صفحتي على الفيس و بعتلي رسال كتير و بعتلي رسال على اليوتيوب كتير جدا 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 حطي لي قلوب و حطي لي الزهور و حطي لي حاجات حلوة اوي اوي حقيقي ربنا ببارك فيك و بحبكم في الله رغم اننا هنشتغل على الشعرية لكن هنعملها بطريقة فخمة جدا و طعم و شكل حاجات بقى مفيش بعد كده هنستغنم اي نوع من الشعرية بنصك فيه عشان نقدر نبدأ فيه بالشكل ده استخدمي اي حاجة بتحبيها من الزيوت او الزبدة استخدمت طبعا جزء من الزبدة هعمل ثلاث اكواب من الشعرية وهو دي معلبة تجاز على نار متوسطة عشان ما يتحرقش مني لاني انا عايزة درجة الدهبي اللي هتشوفوها معي بالزبط مش عايزة ولا لون بني ولا لون فاتح لو سبتي اللون بتاحها فاتح هتعجن معك ولو عملتها بني الطعم بتاحها مش هيبقى حلو زي اللون الدهبي انا جربت كل حاجة لذلك بديكوا اخر حاجة يعني اللي هي الصح الصح اول ما تحمريها وتاخد اللون الدهبي الحلو ابتدي اضيف الحليب هتضيفي حوالي خمس اكواب من الحليب او على حسب نوع الشعرية لان فيه نوع من الشعرية بياخد حليب كتير والناس اللي بتعاني من المشكلة في الحليب تقدر تستبدله بالمية او بحليب جوز الهند عملناه الفيديو بطريق الحليب جوز الهند جوه امين جوه القناه وكمان عملنا الحليب بتاع اللوس هاسبلكم اللينك بتاعهم جوه سندوق الوصف انا هنا بقى عشان ما انتواش بعد ما نزلت بالحليب على شعرية نزلت معاه بالسكر ومعلاقة كبيرة من الفانيليا او ممكن تحطي معلاقة ونص لو هتعمل كمية اكتر وديتم معلاقة بتجازة على نار تحت المتوسطة او تحطيها على النار عالي عشان ما تتحرقش منك هاعمل كريمة اللوتس هاستخدم باسكوتي اللوتس هاستخدم حوالي خمس باسكوتات او على حسب كمية اللي انت هتشتغلي عليها وانزل بنص معلاقة من الزبدة ومعلاقة ونص من العسل وحوالي ربع معلاقة من القرفة هاسبلكو برضو لينك الكريمة اللوتس جوا سندوق الوصفة عملناها حلوة اوي تبارك الله ناس كتير اوي عملتها وشكرت فيها وبعدين هادخل بقى على السوس هاقد كوباية من عصير الفراولة الخيم هاتي اي فراولة الخيم عندك استخدميها عصوري كوباية وانزلي عليها بالسكر كوباية عصير يعني كوباية معلقتين اسمها سكر معلقتين كوبار من السكر او البديل بتاع عصر الحد ما تلاقيها سويت وتوديها على البتوغاز تغلي زي ما انت شوفتها بالزبط كده اول ما حاجمها يوصل للنص روحي ضايفة معلقة ونص من النشا مع معلقة حليب ده وبيوم ما بعد وانزلي عليهم الحد ما تلاقي القوان بتاعهم تقل بالشكل ده سهل جدا الفيديو مش طويل خالص الشرح واضح ان شاء الله هنا كل ده انا مهدية على البتوغاز عشان مش عايزة الشهرية تتحرك او تحرك نعم الكرامل هاخد اي نوع ملت شاكلت من ملك اللي هو الشوكولاتة اذا كنت بحب اللي هو بالحليب او بالدرك زي ما انا عايزة طبعا الاكل ازواء انا استخدمت الشوكولاتة بالحليب عشان الولاد تحبها هبتدي اوزع وزايف اكواف في علب المتواجد عندك ومتاح عندك اشتغل عليه انا عن نفسي ما بدقاش قوي في الحاجات دي انا في النهاية بحب يبقى الاكل بتاع حلو كمان تقديم كويس فيها وزع كميات اللي تناسب ولادي عشان ما حدش يديني حاجة لافت اوفر الياخد حاجة يخلصها هوزع بقى وهنا عملت ملت على الشوكولاتة وخدت جوز الهند على التجاز على نار هادية برضو خليت اللون بتاعه يبقى براون اول ما تشمي ريحته كده لازم ايديك فيه تحركي الحاجة اللي بتشتغلي عليها يبقى لونه لون بنيا هنا بقى دي ما عملت ملت على الشوكولاتة هوزحها من فوق ممكن تخفيف الشوكولاتة ببسيط من الهافين هاف اللي هو الحليب عشان يفضل ملت على طول وهنا وزعت جوز من الجوز الهند من فوق وبعدين كريمتي اللوتس والزبدة افوان اسمائي الصوس بتاع الفراولة وبعدين هبتدي بقى يعني اغير شكل الوشي من فوق من بالشوكولاتة بالفواكه ببسكوت اللوتس تقدر تستخدمي فيه ناس قالوا لي فيه بديل لبسكوت اللوتس مؤيا فيه انا في ظني ان اللي قريب منه في الطعم هو بسكوت اسمه اللوكس مش عارفة اذا كان لسه شغال عندك ولا لا يعني فاكرة زمان وقلت بحبه جدا لاني طعمه كان حلق وخفيف يعني ما كانش بيدائك وانت بتاكله كان بيدوب بسرعة اذا كان لسه موجود مش عارفة بقى هاسيب جوا سندوق الوصف اللينك بتاع حليب اللوز واللينك بتاع حليب اللي هو جوز الهند عشان الناس اللي بتعاني من مشكلة من الحليب من الحساسية وهاسيب كمان طريقة كريمة اللوتس وهاسيب لك برضو كريمة النوتلا عشان ممكن تستبدلي سوس الشوكولاتة بالنوتلا اللي يعجبك الفيديو على قد ما قدر خليته صغير جدا عايز اقول تابعوني على قناتي التانية وصفحتي على الفيس هاسيب اللينك بتاعهم جوا سندوق الوصف وعايز اقول شكرا للي موجود معايا ودايما اني شجعني انجوي دي كانت رأيتنا النهاردة بحبكم السلام عليكم كان معاكم حبيبة